ولسه بنكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة ومكملين معاكم لسه كمان شوية وعندنا دلوقتي يخلوني نتكلم على الأحداث اللي بتحصل لسه بنحاول نفهم بنحاول نحلل بنحاول نشوف رايحين فين بنحاول نعرف إزاي ممكن نخرج من الأزمة اللي احنا بنمر بيها بس خوني قبل ما نبتدي وراح بتضيف اللي معانا عايز أقول أنه جلسة مجلس الشعب المفروضة أنها نعاقدت نهاردة حصل قرار من دكتور سعد الكاتاتني بمنع بث الجلسة على الهواء مباشرة في مجموعة من الأعضاء اعترضوا منهم مثلا أستاذ محمد مونيب، أمين اسكندر، مصطفى الجندي، سعد عبود، حمد الفخراني وآخرين وحصل بعد جدا تصويت على إذا كانت الجلسة تزاع على الهواء مباشرة ولا لأ وتقريبا كل الأعضاء كانوا موافقين أنها تزاع على الهواء مباشرة وبعتقد أنه لو كانوا رفضوا كان يبقى فيه علامة استفهام جديدة إحنا في غينة عنها يعني إيه المجلس ما بقاش عايز الجلسة تتعرض على الهواء مباشرة وفيه استجواب وإحنا بنتكلم دلوقتي فيه استجواب حاصل لدكتور جنزوري وزير الداخلية أعضاء مجلس اتحاد الكورة والمجلس القومي للرياضة خيرون نتكلم مع ضفنا اللي بينوارنا في الستوديو أستاذ واقل خليل النشط السياسي وكمان أحد أعضاء حملة مصرنا أهلا بك يا فان أهلا بك أستاذ واقل خليني بأسر حدك شفت اللي حصل مبارح إزاي؟ في الأول يعني قصدي بعد التعزية لأهل الشهداء اللي حصل مبارح يعني أنا بحاول أفهم من مبارح بحاول أفهم إيه اللي حصل ويعني مع كل الحاجات المتفق عليها عن التقصير الأمني ومحاسبة المسؤولين عنه المتبحة اللي حصلت وهي اللي تسمي إلا متبحة وده مش شغب في ماتشو كورة إحنا يعني أنا ليه في كورة وعارف شغب الكورة لا ده في يعني يعني عملية مخططة ومنهجة كده لتحقيق أكبر أضرار في الألتراس في مصر إلى آخره يعني مفروض نكتشف وتمنى أن احنا نفضل وراء المنطقة لحد ده نكتشف بس هو اللي خطت العملية دهيت وهو حد ليه علاقة بالسلطة أو ليه علاقة بالأمن ما هيش حاجة كده ما هيش مؤامرة طرف تالت والكلام الفارغ ده ده حد ليه علاقة بالسلطة بيقول حاجة مهمة جدا وده مرتبط بسطو المسلح وما يسمى بالانفلات الأمنة يعني كده version 2 يعني أو النسخة الجديدة منه أنه عايزين السلطة أنتوا بتكلموا على تسليم السلطة والإصراع بتسليم السلطة طب اهي السلطة هيا وده طبعا يعني هو يعني وضح لنا أنه فعلا أهم ومع تسليم السلطة لازم التطهير الحاجة اللي بنقولها بقى لنا وكل الناس مش حد معين كل ناس بتكلم تطهير الداخلية والإعلام طبعا مهمة ما ينفعش تآخر مهمة أنه الزابط والشرطة في خدم الشعب بجد وإحنا ما شفناش التطهير ده تاني ما شفناش إعادة الهايكالة وما شفناش المنظومة الجديدة للفلسافة الجديدة وبالتالي مبارح جزء من ده أنه مع تسليم السلطة ودي مهمة الصراحة مجلس الشعب المناقد وأنا سعيد باللقطة اللي حصل للدهية أنه المجلس لازم يثبت مرة والتانية والعشرة هو واقف فين أنه صوت بأغلبية أنا شفتها على التفتر بأغلبية واضحة بس الجلسات ده كويس المواقف اللي احنا منتظرنا منه أكتر من كده بس كويس لأنه زي ما انت قلت بالذات لو كان وافق كنا يعني أو كان رفض بس الجلسات كنا حنقلق ويعني ويخيب أمالها في اللحظة دي الناس قرأت اللي بيحصل مبارح على أنها مؤامرة ضد الديمقراطية وضد الثورة ومحدش يعني وده بهرنا الصراحة برضو حكمة الناس والشعب يعني أنه الناس كلها قرأتها أنها مسئولية السلطة وليست مسئولية بدأ بعض من جمهور نادي ضد نادي تاني دي مؤامرة من جزء من السلطة ضد الانتقال الديمقراطية وعلينا أن احنا نلاقي بقية تفاصيلها يعني ده يخليني في نفس السياق مبارح وإحنا بأول ما حصلت الحادثة عادة كنت تلاقي صوت كده يطلع يقولك لأ شفته الحقه ده ما عرفش إيه وحصل على يعني بشكل صغير يعني بس فلنزة ما هيك قلت الناس كلها كانت عندها رؤية واحدة ده العلاقة بأنه نتوقع عن الوعي أزيد كتير دي رأيتي أنا طبعا يعني كلنا مفعلين وكلنا حاسين بيعني إيه خمس سبعين واحد أو ثمانية سبعين واحد أو ثمانين واحد ده 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 مصاب فدح وأنه فيه آلاف دلوقتي حاسينين على ناس قريبهم وعيالهم وزميلهم ويعني ده مخلينا كلنا مهزوزين جدا بس وده لي علاقة بالوعية فعلا إننا مش هنرجع لورة تاني مش هنقبل إنه يتقلنا شفته ده اللي إنتوا عايزينه استلقوا عدوك وبقى لا خالص إحنا حيحصل التغيير الديمقراطي حيحصل الانتقال الديمقراطي والأمن حيود للشارع والأمن حيبقى في خدمة المواطن ويعني مفيش طريقة نرجع عن ده حتى لو أنا وإنتي قررنا إن إحنا نرجع عن ده بقيت الناس اللي بره خلاص مش هيقبلوه لما بيحصل الانفلات أمني الناس بتقول والنبي فعلا تمنتوا منتوا عرفتوا تأمنوا الانتخابات منتوا عرفتوا يعني وأعداد وملايين مش هن بالتأكيد يعني إنما إنما إنك إنت فماتش ولا في حد السطوة ولا حد سعى الدائري ولا الكلام ده كله مش مقبول إننا نقبل إننا نخير تاني ما بين الأمن والكرم ما عادتش ما عادش ينفع اللي في السلطة وحوالين السلطة أو في النظام السابق بيفكر في إنه ده ممكن ينقل تاني جزء من الشعب بعد اللي حصل في 25 يناير اللي فات إنه الشعب مع السورة وننسى بقى ولا قلت هنا قبل كده الشعب مع السورة وحتى لو ألانه هو مع السورة يوم 25 يناير الشعب بان جدا هو مع مين هو مع السورة ومع إنهاء الحكم العسكري يسقط يسقط العسكري اللي كانت في كل المسيرات بشكل يمكن يتجاوز 2011 يناير 2011 قال إن الشعب مع السورة ومكمل فيها يمكن بنفس القوى نفس العنفان لو إحنا هنخوفه بكل كام حدثة دولت أو بإنه حيحصل إنفلات أو الناس هتنطبع لا مش هيخاف وحتى لو كان في فئة من الشعب وشايفة إنه لازم تسليم السلطة لسلطة مدنية بس كانت مع المقترح أو مع السيناريو الطبيعي إنه تتسلم في شهر ستة اللي جاي بعتقد إنه بعد أحداث مبارح هم نفسهم اللي سمناهم بقى حزب الكنبة سمناهم اللي عادين في بيوتهم سمناهم أي حاجة بعتقد إنه هم كمان دلوقتي لا يقبلوا يعني أعتقد أنا برفض تسليمية حزب الكنبة اللي بيملى الشوارع هو الناس اللي بتبقى في البيوت وتنزل الشارع ده اللي شوفناهم يوم 25 و27 اللي فاته ده اللي حنشوفهم بكرة هم مش حزب الكنبة ممكن يبقوا ناس ألآن يمكن أحيانا بتبقى الصورة مش واضحة الدعاية الحكومية اللي تبقى شغالة طول الوقت اللي بتهدد إما أنا أو الفوضى إلى آخره أعتقد إنه الناس كتيرة وصلت إنه استمرار الفترة الحكم العسكري خلاص بقى مش 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 مطلب ثوري دلوقتي ده مطلب طبيعي لأي حد شايف الناس دهيت بغض النظر يعني أنا مش قادر الصراحة أفرض حسن إنها أنا افترضت حسن إنها شهور عديدة من اللي فاتت بس حتى مع هم مضرين بالبلد هم اللي بيحصل ده بيقول هم قد إيه مضرين إنه 36 ما هياش 36 لو حنحط الدسور ما هياش 36 حتفضل تمد الأدام وتجور الأدام لإنه ما فيش أي حاجة تقول إنه دستوري خلاص في شهر واحنا مش من مصلحتنا إنه دستوري خلاص في شهر السيناريو اللي هم حطينه ده ده هو الالتفاف على الإرادة الشعبية وعلينا إنه إحنا نقف عليه من قبل مبارح بس بعد كارسة وجريمة مبارح بقى أكتر بس طبعا كل يوم وكل ما الجرائم بتزيد بتزيد يعني إيه المحاسبة والقصص خلاص بقت على الترابيزة وما حدش حقدر يسامح فيها خلاص ده خليني مش حاجة أدخل في تفاصيل التفاصيل بس لما حصل الخناءات اللي حصلت اللي إدروا بعد كده من خلال إعلام إنه هم يسموهنا برضو مجزرة لما كنا بنلعب في السودان مع الجزائر وضحكوا علينا والفانونين طالوا عياطوي والويل واكتشفنا في الآخر إنها بس علشان كان جمال مبارك وعليها مبارك ياخدوا نقط عند الشعب ويتلعوا بتصريحات رنانة ومشابه ما حصلش فيها يعني شايز والروب ما حصل فيها وحد في المئة من حصل مبارك لا لا ما حصلش فيها خالص يعني أنا حترف لك أنا يوم مدش الجزائر أنا تخيلت اللي بيحصل هو اللي حصل مبارك للأسف وللحصل الحظ إنه طلع مش كده الحمد لله وللأسف حصل مبارك يعني شفنا يعني إيه استهداف مشجعين في الآخر رحي نشجعهم مدش ما هياش معركة حربية فطبعا يعني اللي احنا مش عايزينه برضو رغم اللي حصل إننا نخش في استعداء والأعداء ما بين القاهرة وبورسعيد والأهلي والمصري لا بعتقد إن موقف الشعب كان واضح في ده بالزبط بورسعيد بريقة دي مؤلمة ردانية دي كانت هتفات موجودة مبارح ألترز مصراوي نزل نزل اللي هم نصر الخضر نزل بيان بيقول مش احنا أنا الأول مرة بابقى مصدق إنه بجد مش هما لإنه شغب ملاعب ما يعملش كده في مأجورين يعني معنديش شك في الموضوع ده وانا فعلا مش يعني ايه مش بمتع نظرية المؤامرة بس حجم الدمار وفي الوقت القصير بيقول إن ده مش خناء ده مخطط طبعا فيه خطة وفيه تسليح وفيه يعني ايه مؤامرة واسعة أتعشم أو يعني ايه حتى تكشف خيوطها والمسؤول منها حيت حاسب مفيش شك في ده يعني خناءة وخناءات المتشاط بنتوقع إن بفيه ألف ألفين مصاب لكن قتلة في وقت قصير ده شيء مش مفهوم بس ده يخليني كمان أتساءل والكلام يعني قلبي طبعا مع المصيرين كلهم بس قلبي أكتر مع الألترس الألترس حاسين إن هم مستهدفين كألترس لما وقفهم السياسية على مدار الثورة ووجودهم في الصوف الأولى يمكن ده تكلمنا فيك كذا مرة النهاردة بس أنا عايز أرى فوقت نظر حضرتك هل حالك شايف إن ده أعقاب للألترس مش أدر أستبعدها صراحة يعني أنا ما عنديش معلومات كافية بس مش أدر أستبعد إنه الفصيل ده اللي أظهر الجسارة ده هي والوعي ده والتضحية ده هي في الثورة ويعني إنه لما يبقى مشجعي كرة في ماتش يبقى ده الهتاف بتاعهم وده التشكلات بتاعتهم وإنه إحنا مش حننسى الشهداء وإنه إحنا يسقط حكم العسكر أو طبعا هم مواجهتهم مع الدخلية هي مواجهة الشعب المصري كله الدخلية معادي الشعب المصري كله فهم ما هيش حاجة شخصية بينهم لما يبقى ده كله ويحصل فيهم الحجم الشهداء يعرفين ويحد ما قدرش أستبعد إنه هما مستهدفين إنه في جزء من الدخلية جزء من النظام قرر يضرب بيهم مثل ودي مش حادثة عربية ولا أوتوبيس ولا ناس ماشيين في الشارع دولة الألترس يعني يعني عزقنا ليهم بس برضو يعني إيه حق شهداء حيرجع ويعني خلينا نتفق إنه محدش فينا حيبطل لحد ما ده يحصل بأي شكل وكل الأشكال بس يعني وحيك بتقول ده أنا بصراحة متشأمة يعني هو كان حق بتوع مقاة الجمل ولا حق بتوع محمد محمود ولا حق بتوع مسبير وممكن عدد لغاية صحيح صحيح وده بيقول لنا حاجة إنه تسامح مع وده منقشة مهمة يعني ننسى اللي فات ونبص لقدام فكرة صح بس بحسم الأضايا اللي فاتت والمحاسبة والقصاص لما بنطلب بيه لما ناس بتطلب بيه ده مش مش بتعليفها ده بتعلي جاي ده مش رفاهية يعني ومش بتاع إن إحنا نحقق انتقام أو أو نرضي بس على شوق ده ده مستقبلنا كلنا إنه إنه المسؤول الموظف الشرطي الزابط الجيش اللي عارف إنه حيتحاسب وحيتحاسب ولن يتعلل ولا بأوامر ولا بدفع لحد الوقت الحقوق ما رجعتش لإنه الثورة لسه ما انتصرتش لإنه السلطة ما زالت في إيد البيروقراطيين بقايا نظام مبارك مع يعني أفضل حسن إن هي مش هقول ثورة مضادة مع أفضل بقايا بقايا نظام مبارك اللي مش عايزين يعني بالنسبة لهم فعلا أن يحاسب ظابط دي حاجة مش مش كويسة لأنها بتعني إنه هيبت الزباط سواء شرطة أو جيش تتهزق إلى آخر إلى آخر أنا بقول للناس إنه المحاسبة القصص هي ضمان لمستقبلنا مش للماضي أي موظف عام سواء شرطي أو ظابط أو موظف عام يبقى عارف إنه حيحاسب وبالتالي يعمل حساب هذا الشعب ودمه كتير أزمتنا مع المجلس العسكري هي أزمة دمة بالمناسبة الغضب اللي بيتعظم كل يوم ممكن نبقى متضايقين من من استمرار التباطق ممكن نبقى متضايقين من المحاكمات ممكن نبقى متضايقين من التفصرف هنا أو هناك ولكن الحاجة اللي ما فيهاش اللي بتنزل الناس بيوتوات واللي خلقت فعلا هذا العداء للمجلس العسكري والسلطة الحالية هو الدم اللي سأل من ما سبيرو لمحمد محمود لمجلس الوزرة لبرسعيد يعني أنا بقول الحاجات دي لأن الحاجات دي هي اللي بقت واضحة من هو الطرف التاني ما هياش ما هياش طبعا ننسى الطرف التالي هو بقى واضح جدا يعني إيه استنفذت وكان فيه فترة يعني إيه حاجات ممكن نتدعي أو يتدعو أو نصدق أو نحن نسألناها حداث فردية البلون ماشي أمور خرجت عن السيطرة 8 إبريل ماشي حصل لغبطة 26 إنما من من ما سبيرو حتى العباسية الحمد لله ما كانش فيه لحا كتير العباسية اللي هي 23 يوليو فكنا ممكن نقول برضو كاتخطأ من الرويني وفي التعبئة وفي التهييج والكلام ده كله يحسب عليه سياسيا إنما النهار ده فعلا فيه صراع ما بين إنه هل المدني هل حياة المدني تسوى ولا لأ هل حياة المدني يتحاسب عليها العسكري ولا لأ ودي معركة مهمة ومش بس مع المجل معها عقلية مهيمنة إنه الميري أهم لا الميري مش أهم بعد الثورة الميري مش أهم المدني المدني له حق والحق ده لازم يصان وده خيس ألك سؤال وعذرني لو بدأي هو يعني إيه هبت رجل الشرطة صحيح هبتوا اللي هي إن هو يبهدلنا ويبهدلنا وكده ولا اللي هي الهبة دي بتيجي من إيه ناصل ما هو طبعا إحنا يعني إيه وديت برضو خلينا صرحة دي مش عهد مبارك دي ممكن نربع بيها يمكن للمملك المصري العادي مهان من جهاز الشرطة طول عمره تحت أيا كان النظام اللي بيتغير فضلة العلاقة ما بين جهاز الشرطة والمواطن ما بين الدولة والحكومة والمواطن هي علاقة إهانة وإهدار للكرامة يعني الإهانة بدلها الهبة يعني هما الاتنين بقوا هو الفكرة هي الفكرة إن هو تخيلهم إن هو ده الشكل الوحيد إن هو لما يطلب منه إنه يكلم المواطن باحترام يبقى ده بيقل الهبتو إنه لما يطلب منه إنه المتهم بريئ حتى تثبت إذانته يبقى ده بيقل الهبتو ويطلعوا يقول لنا يعني إيه في أحد المدير الآن بعد الدخلية بعد الثورة بعد تنحي مبارك فبيقول إحنا لو عايزين نقف الانفلات الأمن نقدر بس بتوعي حقوق الإنسان حاملنا إنه أمنك ومرتبط بإهدار كرامة المواطن وده لسه مستمر ووزير الدخلية لما بيطالب بالإبقاء على قانون الطوارق بعد 30 سنة وبعد الوعود أنا بفكر الناس بالوعود إنه هتتلغي الطوارق قبل الانتخابات قبل أن أقل مجلس الشعب ولا تنتهي والبلطاجة يعني الفكرة دي هي إنه حيفضل الزابط لي شيك على بيات خط كده كارت بلانش يعني إنه هو يعمل اللي هو عايزه لأن فيه طوارق وده ما ما عادش مقبول والأمن اللي لازم يرجع وهو وهو بيحترم المواطن وده لحد الوقت ما طلق ما حصلش ما طلق ما شفناش مسؤول من الدخلية يطلع أقول فعلا إحنا كنا مخطئين الفلسفة اللي احنا كنا شغالين عليها ولمدة سنين كانت خطئة دي عملية تغيير وحتاخد وقت أصبروا معنا مثلا يطلع يقول كده يطلع يقول كده أصبروا معنا إنما وزير الدخلية يطلع يقول أنا الزابط اللي حيدرى بنار حديله نشان أنا آسف دي العقلية القديمة للأسف الشديد دي العقلية القديمة بصلاحيات أكتر يعني المطالب دلوقتي عشان يرجعوا الأمن مش إن هما يشوفوا آليات دي محتاجة تتكلم لا يبقى متوقعين إنه هو يطلع يقول بتسليح أكتر للدخلية بأنه يبقى عنده صلاحيات أكتر يبقى من حقه إنه هو يعمل حاجات فينا أكتر وكأنه هي دي الطريقة الوحيدة بزبط الطريقة دي والسكة دي يجب أن يعني لازم يعرفوا إنها مش هتنفع يعني مش هنقبل ولهنا وإنتي قبلنا بقية الناس مش هتقبل خلاص المصريين قدموا تضحيات كتيرة وعملوا ثورة كده عظيمة عشان الكرامة فإنسوا ولو بتعقبونا على الثورة حتدفعوا تمن غالي ماشي ولو فيه زباط شرفاء عليهم إنه هما يقفوا ضد اللي بيحصل دوت لإنه غير مقبول إنه لحد النهاردة نبقى بنتكلم في شرطة ودخلية بالعقلية القديمة طيب خليني أخد صف فئة من الشعب اللي أنا متأكدا هما دلوقتي بيفكروا في ده اللي هما دعاة الاستقرار ودعاة عجلة الانتاج اللي معرفشهم إيه علاقتهم مع عجلة الانتاج لأن معظمهم ناس ببسطاء يعني ما فيش حد فيهم عنده أسهم مثلا للناس بتكلم عن البورصة تلتة ربعة ما عنداش ولا ساهم في البورصة بس يعني خليني أخد وجهة نظارهم هو إنه كل ده نتاج لمزاهراتكم الكتيرة كو دي اللي هو يعني القواص ثورية يعني مزاهراتكم كتيرة اعتصاماتكم المستمرة شوارع على طول مقفولة طول الوقت في مزاهرات طول الوقت في مطالب أنتو مش سايبين حد يشتغل ما هو ده النتيجة الطبعية يعني هو ده أعتقد أنه الدعوة دي طبعا للإعلام ساهم فيها بفترة لمدة طويلة والحكومات المتعاقبة يعني مزاهرات غالبا ما بيبقاش حواليها شرطة يعني التحرير النهاردة ما فيش شرطة في التحرير منعها أنها تأدي دورها في حماية المواطنين على الدائري ولا حماية المواطنين في الخاهرة الجديدة ولا حماية المواطنين هنا ولا هناك إحنا مفيش مرة نزلت الشرطة تأدي عملها والناس تعرضت لها الناس اللي هم الثوريين في واقع الأمر استمرار الحكم العسكري بقى هو أكتر معرقل للاستقرار بحقيقة يعني كل التقارير بتتكلم على أنه مفيش حد حيستثمر ومش دائما مش نهاية المطاف بس في الآخر يعني بلغتهم في دولة تحت الحكم العسكري ومش باين جدولها الزمن يعمل إزاي الانفلات الأمني المصطنع ده أو النتيجة التواطق أو التواطق أيا كان مش هو اللي حالة عم عجلة الإنتاج ولا يطمن الناس أنا مقدر أنه في ظروف ناس فعلا ساقت في السنة اللي فاتت حقيقي وفي ناس عمال باليومية وأرزقية وسكته خالص وتنسأ والكلام ده كله بيقولك عندنا مشكلة فلسيولة بس ما فيه كلنا شايفين عربيات الشرطة الجديدة والأسلحة الجديدة وقنابل الغاز الجديدة اللي هي مايو 2021 يعني فهو أطلب عن الناس بتعيني صحيح وإحنا جزء من اللي لازم نأخدين بالنا منهم إن احنا عايزين نبتدي في تنفيذ هدفها وده لازم ينهي الحكم العسكري عشان نبتدي ييجي بقى المنتخبين والليهم عايزين العدالة الاجتماعية عايزين الصحة عيالنا مش بتتعلم عدل في المدارس البيضة اللي احنا كلنا عارفينها دهية مفيش مواصلات قادمية مفيش رصيف الناس تمشي عليه الحكم العسكري مش مضطر يلبي أي من دي لأنه غير منتخب ولا يحسب سياسيا إن شاء الله يحسب على اللي حصل بس سياسيا مش هيقف قدام ناخبين ويقول له اديني صوت ف لو إحنا عايزين فعلا الأوضاع تتحسن لازم نضغط كلنا وندفع عن إنهاء الحكم العسكري بأسرع وقت ممكن طيب بوداي خليني أبعد شوية عن حكم العسكري وأكيدة رجع له تاني بس الألترس يعني الشباب يعني بسيل ورد وطاقة وحماس وغضب والعنف بيقوي يعني أنا بعتقد إنه لو أنا كنت شفت اللي هم عشرون بارح أنا بعتقد إنه أنا كان يبعندي قوة يعني قوة وعنف من اللي شفته لأن أنا حتاكت أدفع عن نفسي حتاكت أجري حتاكت أشيل صحبي وبتبهدل أنا خايفة عليهم النهاردة خايفة منطقتهم الآن هم بيتجمعوا وبينتشروا وهم وأهليهم بقى وأسر كاملة يعني الحاجة وسبعين دول مش أسر مش حاجة وسبعين أسرة ده حاجة وسبعين فقول على الأل أربع خمس أسر يعني أنا خايفة طبعاً الألق مشروع في الظروف اللي زي دي بس يعني إيه أفكرنا إنه مبارح الألترس والأسر كانوا في محطة مصر مليون المحط وكانوا بيهتفوا اهتفت سياسية مش بيكسروا المحط في درجة عالية جداً من الوقت طبعاً الغضب ممكن بيعمل أحياناً بس أعتقد أنه أو أهمل أنه فعلاً الغضب كله يتحول للسياسة إحنا عمرنا ما كسرنا بحقيقة يعني إيه دايماً في كل المرات أين كان الغضب كان غضب دفاع عن النفس محمد محمود وجمنا وكنا بندفع عن نفسنا مجلس وزراء وجمنا وكنا بندفع عن نفسنا والمظاهرات اللي كانت بتحصل في الشوارع كانت بتمشي كيلومترات وآلاف وملايين البشر ومفيش حاجة بتحصل ف يعني إيه أنا فاهم القلق وحاسس بيه بس بس كمان إحنا عندنا هدف سياسي واضح إحنا كلنا أعتقد أنه أغلبية شعب النهاردة واتعاش منه مجلس شعبي مع نفس الهدف السياسي ده أنه الحكم العسكري الحالي ما بقاش ناجح تعالوا نقف عشان ننهي عشان نقف عشان ننهي مش لازم نتشتت في معارك مع مباني وكده بس بس فأنا فاهم القلق النهاردة إحنا موجودين والناس موجودة والحكمة الجامعية دايما بتبقى أكتر من الغضب الفردي هنا أو هناك بس خليني برضا أقول أنا لا قدر الله الناس النهاردة من ضمن الدعوات تحرير ومسفير وزارة الداخلية يعني شباب الألتراس بأعدادهم مش عايزة أقول الكلام اللي بصراحة كلنا زهقنا منه يعني جلنا مدس صوباع خافي صوباع شائي كلام الفارغ رايحنا نسمعه ده يعني وحصل أي حاجة هتلبس في الألتراس إن شاء الله مش هيحصل حاجة هتلبس فينا كلنا خلينا يعني كلنا بندفع طبعا ولو واحد كمان استشهد أو مات أو أصيب ده حاجة مش مفيدة للصور مش عايزة أنها تحصل اللي أنا عايزة أقوله إنه الناس لما بتبقى موجودة في المظاهرة بتدافع عن المظاهرة وبتدافع عن سلميتها طول الوقت ماشي ومحدش يقول لي بيشتموا عشان الشتيمة مش يعني حش بقى حش اشتغلها يعني يعني دي قصة تانية وخلينا آه ممكن تبقى ما تحبهاش ما تنبسطش لو معاك ابنك صغير بس ما ما نسويش الشتيمة بالنقل بالنقل ماشي وإنه أي موظف عام واقف في الشارع شرطي أو زابط هو مسؤول بزبط النفس وإنه القواعد والقوانين العالمية بتقول إنه هو لا يستخدم السلح إلا للدفاع عن روحه مش عن المبنى كمان عن روحه هو يعني حقه إنه هو لو حياته مهددة وبعدين ليه قواعد يعني بيدرب في الرجل مش عارفة إيه يعني برده هم نفوض مدربين ولا هم إيه يعني إيه تحضرنا لإنه هم الألترس غاضبين فإنه عنف الشرطة النهارده لو تم حيبقى مبرد لا مش حيبقى مبرد أنا بس حابة نأكد على ده عشان الناس قادة في البيوت وتسمعنا إيه إن شاء الله يعني إيه الغضب والغضب عميق وحقيقي وفيه إحساس بالغدر وفيه إحساس بفخ يعني إيه اتنصب للشباب دولت واتدبحوا وهم مش مش مخوينين هم رايحين حمطش بس مش رايحين معركة حربية بس في الآخر كل الغضب حيتوجه للسياسة كل الغضب حيتوجه لإنه خلاص يجب إنهاء الحكم العسكري يجب العمل على تسليم السلطة ننظر للشعب والمجلس الشعب والأي حد موجود في مصر النهارده ده الهدف اللي لازم كلنا نتكتف وراء بس كمان اللي زاد عليه بعد مبارح إنه لازم تطهيره قعدة خيالة منظومة الأمنية لا إحنا هنطهر وحنعيد الهيكلة واللي حيقف قدام فعلاً صار يبقى يعني ب زنبه على جنبه يعني رئيس تكلم عن حركة مصرنا وإنتو كان دوقت اجتماعة دلوقتي أو يعني جلسة نقاش يعني نسميها أو معرفش معرفش تسموها إيه بس يعني توصلتوا لإيه ولا كلمتوا في إيه ولا إحنا بكرة كان يعني جمعة رئيس أولاً إحنا بنطالب حتى كلمة تعجيل الانتخابات الرئاسية مش صحيحة إحنا بنطالب أنها تتم في موعدها مباشرة عقب يفتح باب الترشاة مباشرة عقب مجلس الشوري وهي خريطة الطريق الشرعية السليمة بناء على الأعلان الدستوري بناء على الاستفتاء وهو أهم والأعلان الدستوري ما استفتين عليه ووافقنا عليه هو ده اللي ليه الحجة الأكبر حتى على الأعلان الدستوري بس كمان والأعلان الدستوري بيقول الانتخابات شعب وشورى ورئاسة وبعدين دستوري وكتابة الدستور اللي هي عملية هتاخد ست شهور في ست شهور إلى آخر وإلى ودي كانت الخريطة وانا من الناس اللي كانوا مع الخريطة دهيت وضد الدستور أولا لأنه شايف إنه الدستور لازم يعمله منتخبين وفي ظل لمؤسسات منتخبة وده كان كأن اللي احنا مشين فيه فجأة يعني السلطة المجلس العسكري وبعض الأعضاء وبتدوا وبعض الناس اللي حواليه في السلطة بتدوا يقولوا الخريطة الطبيعية هي انتخابات شعب وشورى ثم دستور ثم رئيس وثلاثين ستة ده قالوه بس ضمنا إنه في دستور في النصر وده مستحيل وبالتالي حتمتد المساعدة فده احنا بنضغط ومن يوم داية انطلقت حملنا لا دستور تحت حكم العسكر الرئيس أولا وفي مبادرات تانية بتاعت تسليم السلطة مش بتاعتنا يعني فكنا بنحضر على أساس بكرة يبقى يوم كبير للرئيس أولا ونشرح ونكسب المضغط ما زال الرئيس أولا قضية مهمة ما زال إنه مصارت نقل السلطة الديمقراطي مهم لإنه الشرعية اللي على الأرض هي شرعية اللي حيديها الناخب وبالتالي في تقديري إنه إحنا نجيب واحد مدني مش بشرعية شارع مش بشرعية انتخاب مش هتحل قوي مشكلة السلطة بس كمان بقى في حاجات جدت من إمبارها إحنا بنبحث أشكال التصعيد هل التصعيد في المطالب ما قدرش أقول ده لإنه إحنا لسه بنتبحث به ونتبحث مع الآخرين بس بالتأكيد إنه دايما إحنا في 6-7 شهور اللي فات وإحنا بنتكلم إنه دايما في حاجتين لازم دايما نطلب إنهاء الحكم العسكري والإدارة اللي تتم حتى إنهاء هذا الحكم والحد دلوقتي ما زلنا بنتكلم عن الدخلية والإعلام ما زلنا بنتكلم نقول يوم إحنا مش بنتخانق مش دعلنين عشان أزمة الموصلات ما تحلتش مش دعلنين عشان البنى على الأراضي الزراعية هي مأساية بس مش ده اللي إحنا عايزين الحكم العسكري الحكومة المؤقتة والفترة الانتخلية حلها بس الأمن والإعلام الدخلية والإعلام إن الناس تبقى آمنة في الشارع سواء آمنة من الجريمة أو آمنة من رجل الشرطة أو رجل الجيش للشايل السلاح وإن الأعلام ما يبقاش أداة كذب لحد دلوقتي للأسف الشديد إحنا ما زلنا وقفين في نفس النقطة بنغير وزراء بس العقلية والمنظومة ما زالت هي هي وده سواء تم نقل السلطة بكرة أو تم نقل السلطة في إبريل مع الانتخابات لازم إعادة تطهير إعادة هيكلة الدخلية والإعلام ولازم فكهم من إن هما بتوع السلطة لا دولة بتوع الشعب ولازم نفضل واخدين بالنا إنه حتى بعد انتقال السلطة حنفضل شغالين لإنه دي مصالح تمركزت لمدة سنين ومش سهل إنها تتفك وإنها تنزع إذا كان من الشرطة ولا من الإعلام ولا من المراكز القوى اللي في البلد فالمسألة طويلة أستاذ ويل ختاما بس عشان يعني مثلا مطلب الرئاسة أولا أو الرئيسة أولا كان فيه أعضاء من مجلس الشعب ضد هذا الاقتراح وشايفين نحن نمشي بالخريطة الأخرى اللي اقتراحها لمجلس الأعلى قوات المسلحة في الآخر والأعضاء اللي اقتراحوا هم الأغلبية وهما اللي بيكتاموا دلوقتي وهما اللي احنا مستنينين منهم قرارات وهما اللي احنا مستنينين أنحازوا للشعب متوقع موقف تحديدا لو بكلم عن الحرية والعدالة أو الإسلام السياسي بشكل عام موقفه حتى الآن بصراحة عليها أن تتفهم برج موقفه حتى الآن تصريحات حقيقة يعني إيه حتى التصريحات بصراحة أمثالي ما بيفهمهاش لازم اعترف لأنه بتبقى حسنا واسعة كده ما هي غالبا أنا في تقديري أنه في ناس كتير في لحظات زي دي بتبقى عايزة تلعق يعني تبقى في أمان تبقى في الأمان ولا تطلع تبقى واضح بتقول المجلس العسكري بيلتف على الشرعية عشان بغض النظر عن النيات عشان ما ما يصحش أو عشان هو بيثق فيه أو عشان خايف منه لأنه مع سلاح وعايز يسلك منه أيا كان السبب بس هو ما زال حتى الآن هو تصريحات وجزء من الخطوات اللي مفروض تتاخد في أي مطلب وفي أي تحرك هو التوجه لمجلس شعب وطلب مجلس شعب احنا توجهنا لمجلس شعب وطلبنا منه أنه هو يحط الرئاسة أولا على جدول الأعمال بالفعل فيه قانون مشروع قانون نتقدم به على ما أعتقد عمر حمزة وبدون ألقاه لانتخابات الرئاسة تفتح بعد مجلس الشرع مباشرة بالاتصاق مع الأعلان الدستوري النهاردة لما يبقى فيه مطالب بتقول فتح باب الترشح فورا غالبا بيت في محلها يعني أصيب لحظات زي دي الالتزام الدقيق 100% بالتفاصيل القانون بيتش مهم لأنه فعلا احنا مطالبين اننا نقول للشارع احنا خلاص بننهي هذا الحكم البائس اللي أسألين فمجلس شعب مش قضية خلصانة وعلينا ان احنا ننظر له كأداة وساحة من ساحات الثورة حنخش فيها معارك حنكسب معارك وحنخصم معارك بس نأمل زي النهاردة لما لما أصر النواب على إزاعة الجلسات صح كده انتوا كده مع الشارع الغاضب اللي عايز يشوف غضبكو معاه مش قاعدين هاديين بتفكروا ختاما عندي سؤال شخصي كده بيورقني وحن ثورة ولا احنا حركة ولا احنا أحداث شغب حصلت ولا احنا ايه لا احنا ثورة وحن ثورة بامتياز والثورات هي كده الثورة ملهاش كتالوج الثورة هي امتزاج ما بين كل ده ما بين خطوات هادية وخطوات عنيفة وجري وبطء ومواجهات وقعدات بحث عن حلول وسياسة يعني الثورة ما هياش سباق ميت متر يعني نفضل نجريه كده لا هي هي يعني سباق مسافات طويلة يعني حتى اتعاش مبقاش ماراثن يعني بس بس في الآخر هو محتاج وثورتنا من الثورات الضخمة اللي هي بتمر بالمنعرجات ده هي 25 يناير 2012 يقول لنا ان ثورتنا مستمرة بجد ثورة مستمرة اللي احنا كنا بنقولها يعني كشعار سياسي كده عشان نرفع معنواتنا ونرفعها لا هي مستمرة والناس في الشارع بتقول ثورة مستمرة ومكملين ومتعبناش متعبناش وده مهم جدا يعني مش هنلاقيها بقت احداث شغب يناير 2011 لا شك خالص احنا بننتصر بس بتمان غالي أستاذ ويل خليل النشط السياسي واحد عضاء حملة مصرنا شكرا جزيلا عجودك معنا النهار درسية فهم لسا مكملين نهارك سعيد مع حضراتكم خليكم معنا